اشتركوا في القناة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهادي حتى اتاه الله اليقين اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته انك ولي ذلك ومولا ثم اما بعد احبتي في الله عودا حميدا الى برنامجكم لا يفلح الساحر فكنا قد توقفنا احبتي في الله في اللقاء الماضي عند اعراض السحر السفلي العامة وقلنا سوف نتحدث ان شاء الله عن عراض السحر السفلي العامة ثم نتحدث عن اعراض السحر السفلي الخاصة ونبين ان كل سحر من ست انواع السحر اللي احنا تكلمنا فيهم ان كل سحر له اعراض خاصة به عن باقي انواع السحر لكن هناك اعراض تبا منتظمة او اعراض عامة تجدها في جميع انواع السحر تحدثنا عن اعراض منها الحلقة الماضية وان شاء الله بقدر الله تبرك وتعالى اليوم نتحدث او نكمل باقي هذه الاعراض ولكن قبل ان نبدأ في اعراض السحر السفلي نقول كل عام وانتم بخير فهذا شهر رمضان الكريم طبعا احنا قدمنا معاد الحلقات في رمضان بقدر الله تبرك وتعالى انه سيكون ان شاء الله اليوم يوم الخميس الساعة التسعة بعد رمضان ان شاء الله يبقى فيه تنظيم تاني بقدر الله تبرك وتعالى ولكن احنا في رمضان ان شاء الله يبقى معاد حلقتنا بقدر الله تبرك وتعالى يوم الخميس الساعة تسعة بقدر الله تبرك وتعالى فنبدأ إن شاء الله ما سنتحدث عنه ونقول بقدر الله تبارك وتعالى كنت أصرت موضوع الحلقة الماضية وقلت أن هناك للسحر خمس علوم خمس علوم دول يعني لا ينفك عنهم السحر أو أي حد يتضيع أو يتعلم أو يريد أن يصنع سحرا لأحد لابد أن يتعلم هذه العلوم من عند إبليس وإن شاء الله في الحلقات بقدر الله تبارك وتعالى نأخذه الموضوع بانتظام ونحط له قواعد نرسله قواعد عشان خاطر المشاهد أو اللي بيسمعنا الأول مرة أو اللي هو أول مرة يسمع الكلام دو وأنا متأكد يعني ونقولها صريحة أول مرة حد يتكلم على الهوى في مثل هذه المواضيع علشان خاطر أنا مش عايز حد يضحك على الناس أو حد يعني ينصب على الناس عشان هو شيخ أو يوصل للناس أن أنا اللي عندي العلوم بس مثلا أو نوصل للناس أن أنا المعالج كل دلوقتي اللي بيحافظ أيتين قرآن واللي هو مهتم شوية بالموضوع ده هو اللي شاف حالتين ثلاثة بيتعالجه دلوقتي بيفتي ويقول لك أنا بنعالج وأي حد حافظ أيتين قرآن بيقعد دلوقتي يرجي الناس ويقول لهم أنا بنعالج طبعا والناس بتسرخ وتصوت وتقول الكلام اللي هو بنشوفه على الساحة دلوقتي وأنا بنقولها تقريبا في أكثر حلقاتي أنا بنقولها صريحة أنا يعني نتحدى أي شيخ يأتي بدليل أن الجن بيتعب من القرآن ونتحدى أي شيخ يجيب لدليل أن الجن بيسرخ أو صوت من القرآن إلا بقدر الله تبركة علينا ما فيه جن بيسرخ وصوت من القرآن زي ما أنت كبني آدم ما بتصوت وتصرخ من القرآن لأن الجن ده ربنا أرسله برسالة ربنا أنزل عليه رسالة الإسلام كما أنزل عليك رسالة الإسلام فكيف أن الله تبركه وتعالى ينزل رسالته مع النبي صلى الله عليه وسلم على بني الجن وبعدين الجن لما يسمع القرآن يصوت ويسرخ ويعمل اللي احنا بنشوفه على الناس ده أو يعني الناس اللي بيشغالها دلوقتي كل مواحد يسمع قرآن اللي عنده حالة نفسية واللي عنده متخنجة مع زوجها واللي خطيبة سبها واللي من خطبتش كل كلام ده هو يأتي عندها حالة نفسية شوية تعبانة خلاص أنا نلجأ لباب الجن عشان خاطر هو ده اللي يضلعني من المخرج لنا فيه وطبعا يعني ان شاء الله لما نتكلم على خطوات في الحلقات ان شاء الله لما نتكلم على مداخل إبليس للإنسان عشان خاطر هو بدخله زي في الموضوع دهوت أو الدائرة اللي هي الدائرة المغلقة دائرة الشيوخ اللي بخشها محدش بيطلع منها تاني ليه لأنه بيطلع من عند الشيخ ده يدخل عندها نفس الكلام ونفس الحوار ونفس السيناريو بينعاد وطروح للشيخ بيقرأ قرآن والتاني بيخنج الناس والتالت بيضرب بالعصى والتالت بيكارب والرابع بيعلق الناس والرابع والتالت بيبقيهم على الأرض والخامس بيديهم مصحف في المسجد عشان خاطر أول ما يقرأ في المصحف يجدعوا المصحف يرموها والرابع والخامس والعاشر والألف كل الشيوخ على الساحة أو أكثر الشيوخ على الساحة بيوصلوا للناس أن الموضوع كله كأنه شيء غير معلوم علشان كده الناس خلاص يندمج في الموضوع ده هو توصدك كل حاجة تأتي من عند الشيوخ إما أنه ينكر الكلام ده كله وينكر شيء معلوم من الدين بالضرورة يعني هو أقول من كتر النصب اللي على الساحة ومن كتر اللي بيشوفوه الناس على الساحة بيتجه اتجاهين اتجاه واحد بيقولك خلاص أنا بننكر أصلا ما فيش حاس مالسيح ولا جين أصلا ده كله كلام فاضي وكله حالات نفسية وكده وواحد يقولك لا يا عمد ده هو كل حاجة بتحصل عندي في حياتي يبه الجن هو اللي عملها لي ده فرط وده فرط لكن احنا عايزين الموضوع نقيمه لا يعني لا إفراط ولا تفريض علشان خاضر ما نخرج شيء من المود الحياة كلها ان احنا خلاص نخلي كل حاجة في حياتي يبه هو الجن اللي عملها لي وجحت يبه الجن اللي وجعني ابني وجع يبه هو الجن اللي وجع صققت في الامتحانات يبه الجن اللي صققتني حسد سحر كذا كذا خلوا حياتنا كلها سحر وجن وغيره ناخد صال أسماء سامو عليكم سامو عليكم تفضلي أسماء سامو عليكم طيب ماشي حاولي تصل تاني يا سامو يبا دلوقتي احنا عايزين الموضوع بما ايه يعني انا لما عملت برنامج لا يفلح الساحر ولما عملت برنامج كيده ساحر انا بنتكلم على الكيد وعدم الفلاح يعني كيده الساحر ده هو ضعيف جدا ولكن هو بيلاقي الساحر بيلاقي مكانه فين بيلاقي مكانه عند الناس ضعاف النفوس ليه خلاص هو بيبرمج أو ويبرمج دماغه على داتة معينة وبحطها في دماغ الناس ويبدأ يشتغل عليها طبعا عشان الشيوخ مش فاهمين برضو يعني سحر ويعني ساحر ويعني طالسهم سحر ويعني ناجسة المعمول بها السحر وإيه الفرق بين الهدف بالسحر وفرق بين السحر وإيه فرق بين السحل المأكول والمشروب والمدفون والمنفوق والمعلق كل ده الشيوخ طبعا هو خلاص هو متزبط على ايه انه عنه اقرأ على القرآن وانت عتصود ويسرخ صوت ويسرخ يبقى عليك جن ما صوتش ويسرخ ما صرختيش يبقى خلاص انت معلكش جن والموضوع انتهى مع انه ممكن العكس يعني ممكن العكس اللي بيسرخ ويسرخ ده ممكن تلاقي عنده حال نفسية ما عنده جن اصلا لانه عنده قرينه اللي هو من الابن ابليس اللي هنتكلمني عنه عشان كده منفرج في علاجاتي الفرج بين ابليس والفرج بين ابن ابليس اللي هو القرين والفرج بين الجن اللي هو اخي ابليس والفرج بين الجان اللي هو ابو الجن تمام ناخد اسماء ونكد تمام ايه تعبك يا اسماء ايه تعبني يعني السعر بينزل يعني اذا نفسيت زهجنا على طول تمام تمام طيب ايه تاني غير نفسيتك اه ايه تاني ايه تاني اعراض نعم يا ساعي الاعراض اللي عندك ايه غير نفسيتك وشعرك بينزل ايه تاني الو معاك سمعك يا اسماء انا رفت نفسيتك قبل كده وقال لي انت كان معمولك صح تمام يعني متزاوز انا زامل اذا صلي بتلغبط حيط لغبطني تمام طيب فيه تعب في المعدة يا اسماء ايه انا بسيط منتعب على طول فيه ألم في ظهرك من تحت طيب اه فيه تعب في ظهرك من تحت ألم في ظهرك من تحت ايوة ألم في ظهري من تحت بسجاج بركابي برجو طيب انت عندك كم سنة يا اسماء متجاوز او لا ايه متجاوز خلفتي لا عن سباح تسار سنة خلفتي لا بقالك كم سنة متجاوز اه طيب احتاج طيب بقالك كم سنة متجاوز اه بقى سنة طيب بيحصل لك ممكن تحلام ان حد يغتصبك في الحلم لا طيب اتدورة مزبوطة ولا اتلغبط لا ما اتلغبطة طيب فيه نزيف ولا حاجة بعد ما اتنبقى فيه نزيف ولا حاجة لا ما فيه طيب اعرد عليك يا اسماء ان شاء الله اعرد عليك حاطر نشكرك طيب عشان برضو ان شاء الله اعرض عليك يا اسماء طيب عشان الموضوع نوضحه للناس اكتر انا احنا في شهر رمضان دلوقتي فاكتر الناس بيحصل لهم مشاكل في شهر رمضان بتلاقي مثلا في البيت واحدة بتصرخ وتصوت وكده وبعدين يقول لك اصلا جين محبوس انا كنت قلت الكلام دل حلقة اللي فاتت اللي يقول لك ان انا ما بنعليش في رمضان وان انا عندي مثلا او انا محبوس في رمضان يبقى ده ساحر تمام واللي يقول لك ان انا اصلا مثلا عن اجراء عليك قرآن وعا تصوت وتصرخ والقصة ديه يبقى شيء مش فاهم يبقى هو ابي يقرأ قرآن دراقي لكن هو مش فاهم يعني علاج اصلا لان القرآن ربنا نزله على الجن اصلا يعني زي ما نزلوا عليك كبني ادم نزلوا على الجن فكيف ان الله تبارك وتعالى ينزل القرآن كلامه على انس او جن وبعدين الجن يرفض هذا الكلام ولم يسمعه يصرخ وصوت ربنا انزل القرآن رحمة للعالمين وربنا انزلوا للجن زي ما انزلوا للانس تمام فالانسان ما يخدش بقى الموضوع ده هو كتجارة او شغل انا اعنقلك انت جايب الكلام ده منين او الشيخ اللي بيعالج جايب الكلام ده منين الكلام ده هوا بيجيبه اصلا من كتاب الصحراء او كتاب احمد البوني عليه من الله يستحق فياتي بالكلام ده هوا او بيجيبه من عند الحالات اللي جاياله بيسأل الحالة الاول انت ب Niyezinho بيعصلك يقرأ على قرآن الحالة تسوت وتسرخ وبعدين يقرأ على قرآن اكتر ويقول لك أنا عني أحرق الجن من اللي قال لك أصلا أن القرآن بيحرق الجن أصلا علشان خاطر تقرأ على الجن ده قرآن وتحرقه ضي ناخد مين ولاء ولاء يعني وسهلا فضالي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضالي ولي شوف بعد ذلك حضرتك أنا أنا عندي 20 سنة ومجدوزة بقلي سنتين وأول ما جدوزت خلفت وكان معي بنت ومدت بعد 45 يوم نازلت طبيعية آه كانت نازلة طبيعية وكويسة تمام تمام وبعدين أنا بقى بعدها ما حصلش حملي بقى لعشر شهور هي ميتة هي ميتة في ستة ستة وعشرين ستة تمام 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 يا اسماء وبعدين أنا بقى جيت ما حصلش حملي ورشت وعلى طول بقى ظهري وجاني زي ما حضرتك كنت بتقول من شوية تمام وعندي خان أو على طول أتخاني أنا وجوزي مع بعض تمام وبعدين يعني أنا مش رشت للشيخ قال لي انتي في حاجة في الراحم بتاعك يعني تقريباً في حاجة في الراحم يعني أنا على طول بحلم تمام بني في علاقة جنسية بتشتل قدامي تمام تمام فأنا بقى مش عارق وتحصل قدامك بتحصل قدامك لكن مش معاك آه يعني بتشتل قدامك حصلت تلات مرات معايا يعني لحد عايز كده تمام تمام فالمهم إن أنا من قمتي كشهر ونصة حصل حمل فالشيخ أصلاً قال لي انت هتحملي فالصقاتي أما في الشهر ونصف في شهرين تمام تمام فأنا الوقتي حصل حملي في شهر ونصف وكان حصل خارج الراحم فأنا مش عارف طيب يا اسماء انت بقى بيحصلك نبض في بطنك من تحت كده على طول كان لي في حمل كده آه نبض في بطني 24 ساعة طيب ممكن على طول حرقان في البولو كده آه عندي حرقان طيب تعب في جنابك من فوق كده على طول آه آه طيب فيه إفرازات تنزل من رحم ريحتها وحشة شوية لا مش ريحتها وحشة هي إفرازات كتير ومثلا أنا لما باجي أشطط يعني نفسك بلا إفرازات زيادة طيب فيه تعب في المعدة يا اسماء؟ يا ولا آه يعني بس بسيط أنا كل المشكلة عندي في الحرقان في البول وجنابي واللي هو النبض ده طيب ممكن تحلم انك ماشي حافية؟ إيه؟ تحلم انك ماشي حافية؟ آه لا مش باحلم ان انا ماشي حافية طيب تحلم انك في متحلم مش عارفها تجاوبي فيه؟ لا برضه تحلم انك ضائرة في الهواء؟ لا أنا باحلم مثلا ان فيه قدامي بيت كتير ومتفتح كده ساعات أحلم اني تحلم مقابرة يا اسماء؟ آه حلمت قبل كده وحلمت بخيل طيب بتشم ريحة وحشة وانت قادة في البيت على طول؟ نعم بتشم ريحة وحشة وانت قادة في البيت؟ لا مش بشم ريحة وحشة بس بفرحة انا كل ما يجي يعني مثلا انا وجوزي نتكلم ويجي يقول مثلا هو عايز اي حاجة بخص فيه مثلا فينا وبين بعض ما يحتلش حاجة ونتخاني ونكش الشقة تخاني معايا طيب ممكن تشم ريحة وحشة في دماغ جوزك على طول عند الجماع؟ أو وما بطيقش أصلا نفسه طيب يا اسماء يا أولا بص يا أولا انت كده معاك سحر آه تمام؟ ارد عليك هوة انت كده معاك سحر فعلا آه عراضي عرض سحر تمام؟ ان شاء الله لو تجينا المركز نعالجوك ونعالجوك موضوع الحمل ان شاء الله بقدر لتبارك وتعالى لكن عاوز ونصلك حاجة برضو انك تعودي عشر شهور بعد السقاطة الاولى يعني ده طبيعة طبييا تمام؟ فعشان برضو ما نخليش الناس خلاص يبقى كل حاجة بتحصل في حياتي زي ما كنا بنقول يبقى السحر اللي عملها طبيعي انك تسجاطي وبعد ما تسجاطي يحصل ما يحصلش حامل عشر شهور وسنة واثنين كمان تمام؟ لان ممكن دكتورك نعمل عملية كحتي مثلا او تنظيف او كده فممكن يكون بس اصعى الرحم شوية فبعد فترة الهرمونات تنزبط معاك وترجع الوضعك الطبيعي تاني لكن انت بالذات حالة كحالة خاصة انت فيك مشكلة وده عراض سحر معاك فان شاء الله وده سحر التفريق وان شاء الله احنا لما نتكلم عن عراض سحر التفريق هتعرف ان العراض دي كلها موجودة معاك وهنقولك العراض اللي هي انت مش عارفة تقوليها او يعني مش مستوعبها او مش خطر على دماغك يعني لان العراض دي عراض معروفة في سحر التفريق او سحر المحبة تمام؟ فان شاء الله بقدرة تبرك على نكمله ان شاء الله وان شاء الله لو عرفت تيجي المركز ان شاء الله نعالجوك وترجع الوضعك الطبيعي وتحملي بس يا ريت تجي لنا قبل ما تحملي يعني لو عتيجي التعالجي جي بتحليك معاك واشياء بتاعتك معاك وتيجي قبل ما يحصل حمل الاول عشان لو في حاجة نعالجوها الاول قبل ما يحصل اصلا الجيني اصر على الجنين وفي بطن الرحم زي ما احنا قلنا هو تخلى الحمل خارج الرحم برضو وبينزل سائر من الكلاء على الجنين بيضعفه جدا يعني حتى انه ما يوصلش للتبويض كويس او ممكن ما يعلقش في جدار الرحم كويس لما يحصل سقط ولو حصل انه علق في جدار الرحم الجن بيسد شرايين الدم اللي رايحة للجنين من الحبل السري وبسقطه زي ما كانت الاخت اللي كانت متصلة في الحلقة اللي فاتت وقلنا لها كده على الهواء دايب ناخد نادا ونكمل ان شاء الله نادا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اوه ايه هو مدينة اول مدينة أول مدينة اول مدينة سلم علي انا بتعفيت جدا وقال لي ان انا ملزوسة في طريق ايه كيرا علي وكده حاجات مزامير ووهو يعالج اصلا اه هو بيعالج اصلا تمام تمام انا بقيت مش متحكمة في نفسي خاصة ولا في اي حاجة طيب، بتحلامي بالشخص ده؟ بتحلامي بيه؟ لا تموت، يعمل لك إيه؟ يخليك تنام يخليك تنام، لكن زيهنك شغال واحد يصحى من نمو يقول لي أنا كإبني ما نمتش، ليه ما نمتش؟ لأن جن أصلا مسيطر على على تركيزه ومسيطر على دماغه حتى في نومه بيخليه يحلم يخليه ينام ساعة ولا اثنين، وبعدين يخليه يقلق من نوم، يقعد ساعة ولا اثنين عبال ما ينام، أول ما الفجر يدن خلاص مش عقدر ينام تاني، طب إمتى أبما يروح الشغل بساعة ولا حاجة يسيبه ينام؟ ينام يقوب الصبح مش قادر يتحرك كسانا عند شغله طبعا بيبقى وشه عبس مش عادر يكلم حد، عيتخلم وخلاص طبعا دي كله من عرض السحر ليه؟ لأن الجن مصهرته للليل مع أنه كان نايم، بس الجن مصهرته للليل عشان إيه يعمله ده كله؟ عشان لما يسحبه أو يقول له تعالى اعمل العرض الفلاني أو اعمل الشيء فلاني ما يقدرش يعرضه لأنه هزيل ده جسمه وبنيانه الجسماني ضعيف جدا مش قادر يتحرك ما بينامشي، ما بيأكلش، ما بيجربش نفسته تعبانه يعمل ايه؟ فأي حاجة الجن يقول له عليها يقول له يلا معاك، يسمع كلامه فيها لأنه أصلا جسمه بقى ضعيف تمام؟ فواحد ما نمشي طول الليل عيبقى تركيزه ضعيف، الجن يديله ايه؟ يديله فكر بقى واحد عايز مثلا لو جن ده جايله عشان يطلق مراته، فهو ما نمشي طول له تعبان والعملية معاه جايبة الآخر فيقول له مثلا تجي مراته وخلاها تقول له كلمة مش كويسة يرد عليها يحصل المشكلة طب خلاص يعني ما عادش نقعد مع بعض خلاص يحصل طلاق تمام؟ ده جن السحب يخطط علشان كده ما نقول لك الأرق هو ايه ليه الأرق؟ مع انه ما روش بصلح في الموضوع ده لا هو بيخليك يجيلك أرق ما تنامشي عشان خاطر بنيانك الجسماني ينهدم، ما تقدرش تتحكم فيه تاني الجهاز العصبي عندك يضعف هو يبدأ يمسك الجهاز العصبي عندك ويحركك زي ما هو عايز وزي ما الساحر جايل له تاني أعرب من أعرب لأسناء النوم الجلج، واحد جلجان طول الليل يناموا 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 نام ساعة يصحى ساعة لهو اصلا الجسم استفاد من النوم لان العلماء بقولوا ان اقل مقدار لجسمك عشان تناموا وكون صحي ست ساعات ما تصحاش فيهم تمام؟ ست ساعات تناموا نوم طبيعي كده جهاز العصبي عندك ارتاح عشان يقوم تاني يوم يكمل عمل وكمل حياتك تمام؟ ناخد صورة ونكمل سوا عليكم عليكم السلام ونحمد طلاب وبركاته لو سواهدي يا شيخ انا فيه مشاكل تحفر كتير جاني وبينجوزي وبينجوزي ومع العلم ان انا من يومين حلمت انه في واحدة كنت عند والدتي وانا واخوتي من الجمعين ورمت ورقة علينا فتحت الورقة لقيت فيها مكتوب حاجات غريبة ورجلين كده مرثومة على شكل دايرة ومنحوطة كده بالحب وقيت كلام غريب كده ماما اكلت فينيها فانا قلت لأ انوالع فيها مثلا فالحلم انا شفت كنت باشوف رجلين العيال بتطول تمام؟ شوف رجلين الماس اللي قدامي بتطول تمام طيب انت كنت بتعالجي بالسحر عبالك او حاجة؟ انا من عشر اتنين كنت كان فيه مست يعني وتعالجت طيب البشاكل اللي بينكم انجوزك عشان موضوع الجماع او غيره؟ لا 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 حاجات تانية ممكن لأسهل طيب انت بتنام كويس؟ بنام كويس؟ او بنام يعني مغ طبيعية بتنام كويس مفيش قلق مفيش قوبيس مفيش احلام؟ لا لا بس هو من كين حاصل؟ يعني من سانة او حاجة احلام كذا ورا بعض وحتيت ان هما فيه علاقة يعني بكل حل مستاني فيه مرتبطين ضعب بس مفهاش خوف او يعني فيه تعب في المعدة طيب يا اسمي؟ لا تعب لا مفيش تعب طيب فيه ألم في رجليكي من تحت؟ ألم في رجليكي؟ لا برضو انا ساعات بلاقي حاجة ذالة في رجلي طيب الدورة مزبوطة انا بتلخبت يا اوكتين؟ لا مزبوطة طيب بص يا وقت انت ما فيش حاجة عندك الله اعلم ان عراضك كده ما فيش حاجة عندك يعني لان لو فيه حاجة كنت اعتلال العرض دي عندك ظهر بصورة قوية تمام؟ فانت لا ما تشغلش دماغك وما تشغلش دماغي بموضوع حلم ان فيه ارأة وسحر اقرأيتي الكرسي اب ما تنامي تفضي اب ما تنامي واقرأيتي الكرسي لو انت عايز تكبر الموضوع شوية يعني وتهتمي شوية هاتي حلت مية وقرأي عليها المعادتين والفاتيحة وقاية الكرسي والاخلاص وانفوس فيها كده واستحمي بيها لمدة اسبوع ورش المية دي ببيتك كله وهاتي شيح بر وهاتي كيس شيح بر وحطيه في اي ماشا ولا حاجة وحطيه تحت دماغك لان المكان اللي فيه شيح ما بيدخلوش جن تمام؟ المكان اللي بينحط فيه شيح الجن ميرضاش يدخله عشان خطر ان الجن اصلا بيتمثل في التعبان والتعبان بيكره الشيح بنان على كده الجن ميرضاش يدخل المكان اللي موجود فيه شيح عشان خطر لو عيدخله عيدخله جن سحر بس لكن عيبة مهلهل ومش جادر يتحكم او مش جادر يعمل الشغل اللي هو عايز عيفضل معاك طلعتي بالقوضة يفضل معاك اه ونفذ لكن في قط دومك له عيبة على طول زهقان ومعاك موجود لكن زهقان مش عيقدر يشوف شغله ولا يقدر يتعامل زي ما الساحر تمام؟ طيب ان شاء الله العرض اللي عندك ما بتقولش ان فيك سح قوابيس اول ما بينام كاين حد شهد جفن عينه ودخله في احلامه قوابيس وضربه وقتل علشان خطر يبقى مفزوع ومش قادر يتحرك وطبعا ده يبقى موضوع مرهق لانه بخايف ينام اول ما بينام بيحصل له الكابوس نفض مكان ما بتنام اي حد نصيحة اي حد اب ما تنام نفض مكان ما بتنام انفض مكان ما بتنام وسمي بسم الله دية سنة النبي صلى الله عليه وسلم لان الجن عمر المكان يبقى ومنايمين اولادهم ومنايمين مكاننا على سريرنا وفي فرشنا وفي اي مكان تمام فانت بتروح تيجي من برة جنايم على السرير اول ما بتنام على السرير بتنام على جن تمام فالجن ده بيبقى تحتيك عايز يقوم من تحتك يعمل ايه فاما يدخلك في كابوس او اما يمسك او اما يعمل لك اي حاجة وخلاص ليه لان انت ازيته انت ما اتبعتش سنة النبي صلى الله عليه وسلم وازيته ازيته قعدت عليه نمت عليه مثلا رميت مايا سخنة ماسميتش الله مثلا رميت طوبة ماسميتش الله عملت كذا كل الحاجات دي لها لها واقف عياتنا وبعد كنت تلاقي الواحد يقول لك انا زهقان ومخنوق ومش قادر يتحرك ليه لانه اصلا عمل اللي ازى الجن لما ازى الجن الجن ازى اول ما ازى يبتده خلاص يتعب ويحصل عليه العرضي فنصيحة اي حد اب ما تنام بطرف دومك او طرف لبسك وانفض مكان ما تنام ثلاث مرات وسامي بسم الله عشان الجن اللي نايم مكانك او نقمر المكان يسيبك ويمشي ما يقدرش يمسك ولا يقدر يعملك عيات تمام وشغل صورة البقرة في بيتك على طول הוא بي احتحوا ноubs νبا اجم اطعت البيت وشغلوا صورة البقرة في البيت والله ما فيه جن اللي يقدر اخوش البيت تمام لان صورة البقرة دي المانعة لا يستطيعوها البطرة ما يقدرش عليها اي نوع جن ولا شيضان تمام لكن نصيحة ما تشغل شروقة شرعية في بيتك لان جنوقة الشرعية دي بتخلي نفسية الانسان تتعب ولان ما فيش شيخ بيعالج ما عندهش خبرة اللي بيعالج ده حضر عليه جن ولا حضر عليه ايه فيبدأ الشيطان يشتغلك انت بتسمعي مثلا ايات الخاصة بالسحر فيقولك اتعبي وسراخي وسواتي انت عندك مشكلة مع عامتك مثلا وعندك مشكلة مع خطيبك او جوزك فيبدأ القرين يشتغل على حيثة دي انت تعبانة انت بش قادر تسمعي قرآن وبعدين بدخلك في قصة الشيوخ تمام فطبعا ان شاء الله بقدر الله تبارك على حالة الجاية ان شاء الله نكمل اعراض السحر السفلي اللي هي الخاصة بحال النوم وان شاء الله بقدر تبارك على برضو في نفس المعاد الساعة 9 ان شاء الله يوم الخميس بقدر الله تبارك وتعالى ونشكركم والحسن استمعكم سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب وليك اشتركوا في القناة